وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق أستاذ عماد أهلاً بحضرك معنا وكل عام وأنتم بخير أهلاً أخذ خليم كل عام وكل المصريين بألف خير وحضرك بألف خير يا فندي يعني هي عين على التاريخ وعين على الحاضر يعني كيف يمكن البناء على ما تم خلال ثورة الثالث والعشرين من يوليو لتنمية وعي المواطن المصري بما ضار في التاريخ وبالنظر أيضاً إلى تحديات الواقع طبعاً من المهم التدبر بهدوء وبتآني وبدون تشنج في تجربة ثورة يوليو أحياناً ما نضعها في الميزان هي ثورة عظيمة بكل البقائيين كانت لها أهداف عظيمة جداً حققت البعض وتعثرت في البعض الآخر القراءة والاستفادة من التاريخ تقول أن علينا أن نعظم من الأشياء الجيدة التي يعني أرثتها ثورة يوليو خصوصاً الجزء المتعلق أو الأهداف المتعلقة مثلاً بالعدالة الاجتماعية بالاتخلال الوطن وعلينا أن نحاول أن نصلح بعض الأهداف التي لم تتحقق نعلم أنه كانت ستة أهداف لثورة يوليو تحقق البعض ولم تتحقق البعض الآخر الثورة مازالت حاضرة حتى هذه اللحظة في وجدان ومصريين وليس فقط وجدانهم ولكن أيضاً حتى في حاضرهم المدارس والمستشفيات والمصانع فكرة الاتقلال الوطني هذه أهداف حقيقية ورؤى حقيقية موجودة لكن أيضاً حتى نكون مصفين كانت هناك أخطاء صعبة لثورة يوليو خصوصاً هذه من 67 وما نتجعانها من الضغوط شديد على مصرع المنطقة العربية ندفع ثمن بعضها حتى هذه اللحظة وبالتالي القراءة الأمينة للتاريخ لأي حدث ينبغي أن تقرأها بجوء عناية بدون تشنج نأخذ الجزء الجيد فيه ونترك الجزء غير الجيد ربما أيضاً احتفالونا بالذكرى 72 لثورة 23 من يوليو يلقي الضوء أستاذ عمادي إذا كنت توافقني على إبراز ضور مصر الإقليمي والدولي نعم أتفق معك تماماً من ضمن الإيجابيات أو المزايا لثورة يوليو بالطبع هو أن مصر دورها الخارجي اتضحة تعز تجسد مصر كانت يعني بعد نجاحها في تتصدل العدوان السلاسة في أكتوبر 56 يعني بعض العلماء التاريخ بيصنفوا هذه المعركة باعتبارها المعركة التي قدت على الاستعمار البريطاني والفرنسي يعني أنهت هذه الحرب السويس أنهت الامبراطورية البريطانية وكان بعدها مباركبة الثاندون وعدم الانحياج وتأسيس مصر مع الهند وهذه الحركة المهمة جداً مصر كانت يعني بعد ثورة 150 خائدة وزعيمة للأمة العربية مصر هي التي تولت عدد أو تحملت قد قصد للاحتلال المنطقة العربية من 48 ساواتاً 70 ومازالت تقوم بهذا الدور المؤسسة الأخرى أيضاً يعني مصر كانت واحدة من المؤسسين للإتحاد الأفريقي فالدوائر الأساسية للأمبر القوم المصري أنا أظن المشاورة يحسب لها أنها اكتشفت هذه الدوائر عظمت منها تعدت في إبرازها وبالتالي الجانب الخارجي كان جانباً مهماً من مزايا ثورة 23 يوليو الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر أثناء قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو إذا أسقطنا عليها نظرة ونظرنا أيضاً إلى الوضع الحالي وأردنا أن نرسل رسالة إلى المجتمع الذي سعت الثورة أيضاً إلى تعزيز دوره في حمايته الاجتماعية جنباً إلى جنب مع خط التنمية الاقتصادي بطبيعة الحال كما تعلم لا يمكن أن مقارنة بين ظروف مختلفة بمعنى أن ثورة يوليو حينما قامت في 52 أظن عدد سكان مصر كان حوالي 19 مليون النهاردة أنت بتتكلم على 110 مليون لم يكن هناك تحديات ضخمة كما هي الآن كان هناك جيل متعلم جديد راجع بعد ثورة 19 كان فيه مصر استفادت أيضاً في هذا الوقت به كوادر عظيمة مصرية كان عندنا نهضة عظيمة في العدد والفن والثقافة والفكر الآن طبعاً ممكن نأخذ بعض المؤشرات وهي فكرة الاستخلال القرار الوصني فكرة التنمية المستقلة هذا أمر مهم للغاية الظروف الاقتصادية لا ينبغي أن ننزعها من سياقها لكن علينا في كل الأحوال أن يكون لديك أهداف أساسية هي الناس من نسع إليها بغض النظر عن الظروف لكن ربما يكون الجامع أيضاً ما بين ثورة يوليو والظروف الحالية هي فكرة العدالة الاجتماعية وحركة الدولة طوال الوقت على محاولة الوصول الأجبر قادر ممكن من المصرين المحتاجين لهذه الرعاية لا نتحدث فقط عن الحماية الاجتماعية ولكن عن المفهوم الأشمل وهو العدالة الاجتماعية نعم أنا بشكر حضراك جداً الأستاذ عمد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق كنت معنا هاتفياً على شاشة التلفزيون المصرية ترجمة نانسي قنقر